الخوف ونقص الخدمات واستحالة العودة إلى الديار ثلاثية تطارد نازحي قضاء سنجار القاطنين في المخيمات لا سيما في نينوى ومحافظات كردستان العراق داخل هذه المخيمات قصص تروى عن ألم نزوح مستمر يعيش هؤلاء النازحون جميع تفاصيلها منذ عدة سنوات فلم تنتهي معاناتهم عن انتهاء المعارك في محافظة نينوى بل تحولت إلى كابوس مزمن مع سيطرة الميليشيات وعناصر حزب العمال الكردستاني على قضاء سنجار الذي بات يمثل دولة داخل الدولة ومقرا رئيسا للميليشيات التي تشكل خطرا كبيرا على العراق وخارجه على حد سواء وفي الوقت الذي لا يزال نحو ثمانين في المئة من السكان يرفضون العودة إلى مناطق سكناهم يشهد القضاء موجة نزوح عكسية إلى المخيمات هربا من بطش الميليشيات والخطر الذي يشكله حزب العمال على حياتهم على الرغم من النقص الكبير في الخدمات الأساسية الذي تشهده مخيمات نزوحة وأمام هذا الواقع القاتم تقف السلطات الحكومية عاجزة عن اتخاذ أي خطوات حقيقية أو ملموسة لمعالجة الأزمة فنظرة أعمق إلى الأمر تقود إلى استحالة إرجاع النازحين إلى القضاء أو إنهاء وجود الميليشيات فيه لا سيما بعد مرور نحو عام ونصف على اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل والقاضي بطرد الميليشيات وحزب العمال الكردستاني وإعادة الحياة إلى المدينة المدرجة على لائحة المدن المنكوبة على غرار الموصل دون أي تغيير إيجابي على أرض الواقع بل على النقيض تماما منذ إعلان توقيع الاتفاق الذي أصبح حبرا على ورق ازداد عدد الميليشيات المسلحة إلى الضعف بحسب قائم مقام سنجار محمى خليل مما زاد من تعقيد الأمور إلا أن ما يثير الدهشة هو استلام عناصر هذه الميليشيات الموجودة داخل القضاء رواتب من الدولة بشكل رسمي وفق مسؤولين حكوميين لتتلاشى بذلك أي آمال متبقية لعودة سكان سنجار إلى مناطقهم ولو على المدى المنظور